حطينا العيش تعالوا هنا على الشربة ناخد المغرفة البصل اهو شايفين البصل والحمص زودت الحمص بالاخر لانه مسلوق بس خد غلوة كده نسقي بسم الله فتت السنات شهية لا انا عملت لكم قبل كده فتت كرشات كرشة ارجعوا على اليوتيوب هتلاقوا غريبة هيبقى مية عقوبة فتت كرشة اه منعمل كل حاجة بس منعملها صحة منعملها على الاصول منعملها بشياكة وبطعم حلو ومكونات يعني ليقة مع الطبق هنا بقى هنحط دلوقتي الزبادي اللي تومنا وحطنا له طحينة ما منغطيش على بسم الله ما منغطيش على العيش وتعالوا ناخد دلوقتي هنا اللسان ونوزعه كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو ونعمل له مطرح دي اللوز ندلعه بقى شوية لوز سنوبر اهو عادتين بياخدوا سنوبر بس يعني احنا هتكلمنا في الحلقة لما كنا نعمل في سيخ السنوبر ده ديكوريشن غالي جدا اوزعه ونزعه للسنت كده اشوفوا استنوا شكلها هيبقى حلو ازاي طبق حيبقى شكله خطير طيب هنا مطرح التحمير حنحط شوية زيت وحاخد اللوز ونحمره بسم الله الرحمن الرحيم ونحط هنا شوية كزبرة او بقدونس بس الكزبرة بتليق معا جدا هيا بنا محمر اللوز عايزين مقصوصة معلقة خلاص بالمعلقة العادية طيب سلق اللسان ببقى ازاي بكل بساطة في حتى هنا منحط اللسان نظيف زي ما انتشايفين لما نرجع من الفصل هنكون منحضره منغسله كويس كويس اللي بحب يغسله بملح ودقيق مخلوطين مع بعض يدعاكوا زي السكروب كده يعمل كده وبعدين منشطفه تاني ومنقوم حطينه في حلة وحطين عليه مية مغلية تغطيه تماما لمدة بالزبط خمس دقايق اول غلوة من غير اي مطيبات هنرمي المية دي زي ما عملنا بالكوارع رمينا المية اللي شربت اللي طلعت الزفارة كلها نرجع نحط مية مغلية تاني والمطيبات اللي هحكي لكم عليها بعد الفاصل ويقعد بقى ساعتين لتلاتة لحد ما يستوي هتناخد من هنا اللوز بسم الله الرحمن الرحيم ونوزعه على الفتا بالزيت كده ايوه نحسن تطوش 16 دي وقلنا هنحط شوية لود